صادرة عن مركز العلوم والمعرفة القومي لمتابعة شؤون الكورونا في البلاد لارتفاع عدد البلدات العربية التي دخلت في قائمة البلدات الخطيرة على مستوى فيروس كورونا بسبب الانتشار الكبير نسبيا للمرض فيها مقارنة بعدد سكانها وهي ياركا، قلنصوى، الطيبة، كفر قاسم، كفر مندة، أم الفحم، زيمر، عين ماهل، الطيرة، والناصرة كما دخلت بلدات أخرى قائمة الارتفاع الملحوظ بعدد الإصابات في غدون إسبوع واحد وعلى مستوى البلاد عامة أعلنت وزارة الصحة أن عدد مرض الكورونا في البلاد بلغ 83,540 بينهم 606 وفيات للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا في بث حي مباشر من الناصرة بروفوسور فهد حكيم مدير المستشفى الإنجليزي في الناصرة مساء الخير لك بروفوسور فهد حكيم مساء الخير عزيزي لك لجميع المشاهدين بروفوسور كيف تكرأ قائمة الخطر التي تضم عشر بلدات عربية من بينها الناصرة طيبة ويركع؟ شوف للأسف هذا الأشي كان متوقع بالفترة الأخيرة زي ما شايفين احنا بكل دولة أول شي الأرقام بعدها عالي ونسب الإصابة هي عم بتكون بدرجات كبيرة وكمان اللي صار عنا بالفترة الأخيرة طبعا فترة العراس العيد اللي كان ووجود علينا التجمعات اللي كانت كبيرة واضح أنه احنا عم نشوف نتائجها اليوم وبعد في الأسف في الأسبوع اللي جاي العشرة طيام الجايات رح تعطينا نتائج بتأمل أن تكون أهوى من اللي شايفينها بس لأسف المؤشرات مش عم تحكي بهذا المجال كنت أسألك هل هاي نتائج اللقاءات في العيد الأخير ولا بعد نحنا ما شوفناش نتائج اللقاءات في العيد يعني احتمال لا صمح الله أنه الأعداد تكون أعلى في الأسبوع القادم عادة إذا ما بتعرف طبعا لما بنحكي عن وضعية العدوى هي بنحكي عن 14 يوم من لحظة ما صارت التماس بين الناس ولما خلص العيد قبل أكمن يوم تقريبا احنا منستنى فترة الأيامات القريبة والأسبوع الجاي ونتأمل طبعا أنه هذا يكون احنا نصل طبعا الزروة وننزل بسرعة وما نشوفش حالات لي أصعب وأصعب بروفوسور فايد حكيم هل تلمس أنه هناك حالة من التراخي لدى الجمهور العربي بشأن تعليمات مكافحة الكورونا اللي واضحة تباعد لبس الكمامة وعدم التجمهور صحيح أول شيء شكرا على سؤالك وسؤالك جدا مهم ما في شك عنا أنه في تراخي مش بس بالوسط العربي تراخي بكل الدولة وكل محل وإحنا الشتوط البحار والناس اللي بتجمع محلات تانية هي مش كلها بس وسط عربي ولكن في مجتمعنا العربي في تراخي أخيرا أقول لك يا مكسوم لك اسمين في ناس اللي بعدين ماخدين الموضوع الجدية وفي ناس اللي عندهم تراخي جاد جدا يعني الوضع أنه مش بفرقة معنا وشو بدي سير يسير الوضعية بعدها للأسف هي وضعية مش مريحة ووضعية حتى نقول على حد من الخطر اليوم إحنا عم نشوف الحالات اللي أصعب من الحالات اللي كانت بالفترة الأولى أول موج التاني كنا نشوف أولاد الثلاثين والأربعين والخمسين اللي عم بين عدو اليوم عم نشوف حالات الأصعب والناس اللي عندهم المشاكل الصحية مرضى الدياليزة الناس اللي عندهم مشاكل صحية سكري وضغط ومشاكل قلب واللي عندهم مشاكل الرياض هدول الناس اللي اليوم العدوى عم تصلهم للأسف ونبلش نشوفهم عم فوتوا على المؤسسات الطبيعة وعلى المستشفيات لا يخفى علينا أن هناك شعور عام بفقدان الجمهور الثقة بالقادة السياسيين وبالتالي التعامل باستخفاف مع هذه الكرارات هل تلمس وانت يعني في مركز مهم يعني في الخط الأول مع المصابين بالكورونا هل تلمس بأن الجمهور لم يعد يثق بهذه الكرارات وبالجدال والنقاش حول حياة المواطنين وشكلها في هذه الأيام العصيبة للأسف كمان هذا الموضع واقعي وإحنا نتعامل معه بالواقعية صحيح أنا بالمس هذه الأشياء وأنا نفسي يعني كمدير مؤسسة في عندنا مشكلة مع وزارة الصحة مع وزارة المالية مع مركزها برئيس الحكومة في موضوع الثقة يعني لما أنت اليوم تطلب من مستشفى يكونوا بالخط الأول زي ما حضرتك تفضلت ويحارب المستشفيات في الدولة نفس الشي يعني اليوم الأطباء والنرسات والتواكم الطبية هنا عمليا ما يسمى الجنود البيض الموجودين بتواجه قاعدة الفيروس والذول قاعدة مش عم تعطيهن الدعم اللازم تعطيه بشكل مبدئي أنا بالأسف بوافق قسم الجمهور اللي شايف فيه مشكلة ولكن اليوم بحاجة حتى مع الأشخاص الموجودين في القيادة كان بالأساس القيادة الطبية نعاود نحاول نكسب ثقة الجمهور لأنه ما فيش عندنا غير هيك بالآخر الفيروس موجود بناتنا ببيوتنا بحراطنا بين أهلينا وإذا إحنا ما من نتعامل معاه صح بالآخر رح يتعبنا كتير ورح نصل بالآخر على وضع الإغلاق والإغلاق رح يكون قريب لأنه إذا ما تعاملناش مع الموضوع عن جد بجدية للأسف لأسف بقولها الإشي رح يكون أصعب كتير ما رأيك بالجدل الدائر حول قضية فتح السنة الدراسية الجديدة والاختلاف في المواقف بين وزارة الصحة والمسؤول عن مكافحة الكورونا البروفيسور جامزو وبين وزارة التعليم شوف هذا الجدل مش رح يخلص والوضعية أن الكورونا هي حالة أو وضعية اللي إحنا رحز نعيش معها وأنا بدي الناس يتعايش مع الكورونا نعيش معها ونطلع ونشوف الناس ونقعد في محلات بس حسب تعليمات وزارة الصحة اليوم المدارس بالموج الأولى لما رجعنا من الحجر عمليا وفي فتح المدارس كان فيه حالة اللي بالآخر ألبت علينا للأسف يعني واحد من الغلطات اللي واضح نحن وزارة الصحة بتحطها على الطاوة بتقولك إحنا غلطنا بأنه فتحنا المدارس بطريقة سريعة وهذا اللي أدى لإشعال أو واحد من الأمور اللي أشعلت الموج التاني إحنا بحاجة لتروي والقرار صحيح ما بتدرش تخلي الولاد في البيت ما بتدرش تخلي الأهالي في حال التركب كل وقت مجبورين كمان نحضر المدارس نفسها اللي بحاجة لملكات بحاجة لعمارات بحاجة لوضعية اللي كل الطلاب تفهم شو عم بصير فبتكاش اليوم تفوت على هلع ولا خوف ولكن إحنا جايين مش على موج التاني إحنا جايين على شتا والشتا هو وضعية أصعب لأنه عادة أمراض الشتوية هي اللي بيعدي فيها هن الأطفال والولاد الصغار والولاد المدارس فهونا الحال اللي عن جد إحنا كمؤسسات طبية وكمستشفيات بنحاول نحضر حالنا الوضع الأصعب يعني الموج هاي شايفينها صعبة بس اللي أصعب هو اللي جاي علينا بالشتوية وهذا اللي عن جد بخوف أخي شحادي وإن شاء الله ندر نمر عليه بسلام البروفيسور فاذ حكيم هل ترى بأن هناك نقص في جهود التوعية المبذولة من قبل الدولة بخصوص مكافحة الكورونا كرأنا في جريدة The Marker أن مكتب الإعلانات الحكومية استثمر فقط 16% من ميزانية الكورونا في الوسطين العربي واليهود المتدين الحريديم شوف الملان فيه محاولات للوصول للجمهور وفيه شغل عن جدة وإحنا منحس فيه وفيه تماس وعن بوصل للجمهور الماديات هي عم تتوجه حسب شو عم بصير أنا طبعا مش صاحب قرار قاعد في وزارة الصحة وبعرف شي في الماديات بتأسم ولكن أنا بعرف وأنتو كمان موجودين في الخط الأول وكل الأجهزة للإعلام وعم نحاول إحنا كمان كمان مديري مؤسسات وناس اللي تشتغل في الطب نوقف قدام الناس من شحلة بس زي ما تفضلت حضرتك اليوم فيه نوع منه تسميش تسمي إنفلات بس تسميه أنه أوكي يا خلص فيش كورونا الناس آمنات يا عم يا فشكشي وحلوا عننا وبدناش نسمع يعني هاي كمان موضع وضعية صعبة بس اليوم أنا عبر القناة اللي عم نحكي معها عبر قناتكو اللي الناس عم تسمعنا أنا بقولكو بكل صراحة إحنا كل يوم اليوم ومبارح وقلت مبارح واللي قبله عم نحكي يوميا مع ناس مع عائلات منقول يا عم إن عندك كورونا والناس مش عم بتصدق كيف ان عديت وعنا كيف مرضت وهذا الإشي لحظة صعبة عم نفرق ناس من أهليها الناس روح على البيت نحطها بحجر ومريض عم نيموا بكسم الكورونا الخاص كسم النصر فهذا مش إشي صغير فبترجى الناس اللي سامعتني يا جماعة الخير الموضوع مش مزحة الموضوع جدي إحنا بنرجع حياة طبيعية بس علينا مسئولية إنه نهتم بحالنا نهتم بولادنا نهتم بمجتمعنا وهاي وظيفتنا بسميها حتى الوطنية من درجة أولى مش بس مجتمعية ولا أخلاقية نهتم بحالنا إحنا عم نشوف عدوى بمحالات أصعب عندنا اليوم بالمؤسسة نايمين 6 مرضى في حالة حرجة وهذا مش إشي صغير فأنا بديش نوصل لوضع ننصير نبكي ونتفاكم الأمور ونقول لحظة وين كنا إحنا مجتمع مسئول وبحاجة لدعم كمان حكومة أكتر بكتير من موجود وإنت حكيتها صعبة الحكومة مش عم بتحط كفاية ميزانيات مش عم بتحط كفاية موارد إحنا كمجتمع بحاجة لكتير أكتر بكتير منك بتأمل اليوم الأشخاص الأصحاب القرار يحطوا هاي الميزانيات في الوسط العربي لأنه عن جد هيكون بولي وممكن تفقع بوجنا كلاتنا كمؤسسات طبية وكمجتمع اللي بدي يعيش حياته ببساطة وبصائع بنعيش لولادة ومدارس والناس اللي تمارس حياته الطبيعية أنت تحدثت عن ستة مرضى بحالة حرجة وكان سؤالي الأخير لأيلك عن صورة الوضع في المستشفى لديكم في قسم النصر تحديدا قسم علاج مرضى الكورونا أولا المستشفى اليوم مع كل مرافقه شغال الغرفة الطوارئ الخاصة طبعا للكورونا هي غرفة خاصة لمعزولة عن المستشفى غرف كل المرافق المؤسسة شغالة وأهم شغال كمان مرة بغضواصل مع الناس اللي بحاجة لعلاج المؤسسات ينضف محل كل المؤسسات الطبية مش بس مستشفى الإنجليز في النصر غرف الولادة الشغالة غرف العمليات العيدات الخارجية وإحنا منعالج المرضى في أعلى مستويات الأدوية الموجودة في كل مستشفى العالم مش بس بإسرائيل موجودة عنا في المستشفى قسم النصر ومنعالج المرضى في طريقة اليوم عنا 11 مريض في القسم المريض قسم ملان وزارة الصحة عم تحكي معنا على افتاح كمان قسم بالمستشفى بس أنا بعرف أنه في النصري كمان المستشفى الثاني عم تفتح أقسام ومهم جدا كلنا نتعاون مع بعض عشان نقدر نحارب هذا الفيروس إحنا جاهزين وعننا إمكانية نوصل لحد 60 مريض وكمان شوي صغيري عنا هاي الأسبوع بعد يومين بسعنا إمكانية نستوعب 90 مريض وإن شاء الله ما منوصلين يا أخي إحنا بدناش الناس تمرد بدنا الناس نشوفها سدقني بس بغرفة الولادة ولا بمحل تاني لا بالغرفة الطوارئ ولا بأي محل ولكن للأسف هذا الوضعية إحنا موجودين فيها وهذا الحال وإذا إحنا ناخدش مسؤولية على حالنا رح يكون وضع أصعب كتير شكرا جزيلا لك البروفيسور فايد حكيم مدير المستشفى الإنجليزي كنت معنا في بث حي ومباشر من مدينة الناصرة شكرا لكم السلامة وسل الجميع شكرا إلى هنا هذا الحوار مع البروفيسور فايد حكيم ونخرج الآن إلى فاصل إعلان قصير ومن ثم نستوفي معكم باقي فقرات برنامجنا الإخباري هذا اليوم فابقوا معنا